طيب مسألت بقى قرأتك للشفايف اتعلمتها ازاي يا رمز لما خلصت الدبنم الصناعي 2003 والدي اتعارض لوعكة سحر كان عنده مشكلة في الكبن فراحت تأمني السحر مستشفى عندنا مشهورة مبارئ لتأمني السحر فأول ثلاث ليلة ما قدش عارفها السغف معها كان الحس السمع مش موجود عندي وأنا معها الوحدي فكان في مماردة من ضمن المماردات اتعامل معها بحدة ملامحوا الشهر فأنا قررت الصبح انها لازم ارفع الشاق والليموديه وانا راح ارفع الشاق وقابلت مماردة تانية في امت حرقة الشفايف فاسترابت ازاي انا فهمت دو من فهمت جي ليلة تانية بتتكلم بقى ويا عندها مراح يعني بتكلمك ويا بتتحك في الشاق وعايز هيك تفهم فقلت تراجعت عن الشاق وبدأت يبص الوجوه المماردات في الدور كله لحد ما بدأت افهمه فأنا قررت ان ازايات تبقى وسيلة التواصل بتاعي مع المجتمع واضفت له ان انا بروح مشاوير مش عاودي اروح وكب اوتوبيسات وروح منتزهات مش عاودي اروح مجرد انا عز افتح هو مع اي حد وفهم حق الشفاء فهدوقت الحمد لله بيعني ترتاشر سنة ان انا قدرت افهم حضرتك ما شاء الله لا انا حاسة ان انا يعني معلش يعني انا اسه انا عادة قدام شخص طبيعي يعني ما ببزلش مجهود عشان اوصل لك اللي انا عايز اقوله غير ان ممكن الكلام ما يبقاش سريع قوي مش كده لا لاتني يكون هادئ هادئ لان انا بركض على حق افك اه وفي نفس الوقت زهني مجهول ايه هي المصطلحات القريبة للمحصلة اللي غاوية لعندي ايوه ايوه انا بعتمد على المحصلة اللي غاوية الموجودة عندك ايوه مش عند الشخص اللي قدامي صح فانا ممكن اكون معنا كلمة اه اللي قدامي يقول كلمة مختلفة مواضيش على بالي ايه فهرتبك مش رعب فتفهمها بسهل الحمد لله ايه انت يا حبيبي كفاية وشك السمح ده وتبتك اللي واضحة جدا جدا لكل اللي يشوفك يعني modelling